السلام عليكم أصدقاء المشاهدين أعرض على حضراتكم أهم القرارات التي جاءت باجتماع الصحة النيابية بعد ارتفاع حالات كورونا في العراق اللجنة العليا تقرر يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية ألكترونيا من يوم 18 شباط باستثناء المراحل المنتهية لطلبة كليات الطب هذا يعني أن المدارس والجامعات يكون الدوام ألكترونيا فقط بدون الذهاب لا إلى المدارس ولا إلى الجامعات طبعا باستثناء طلبة كليات الطب المنتهية يعني المرحلة السادسة اللي هم فقط يداومون حضوريا بالجامعات مالتهم شرح لهذه النقطة طبعا أما القرار الثاني اللجنة العليا تقرر فرض حضر التجوال من الثامنة مساء للخامسة صباحا بدءا من يوم الخميسة المقبل واللجنة العليا قررت منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط إلى أشعار آخر هذه أهم من القرارات التي جاءت شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس